ربما لم يشهد مجلس نواب العراقي أزمات في تاريخه منذ ما بعد 2003 كما شهد في دورته الخامسة ولادة عصيرة لمجلس تعطش العراقيون من خلاله تحقيق عملية تشريعية لقوانين مهمة بعد انسداد سياسي دام نحو عام كامل إلا أنه بمجموع نحو 60 جلسة خلال سنتيه التشريعيتين الأولى والثانية والتي تضمنت ثلاثة فصول تشريعية ناقشت 25 لجنة نيابية 67 قانونا لتتمخض عنها القراءة الأولى فقط لمعظم تلك القوانين فيما صدرت 9 قوانين فقط مثل قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وقانون الدعم الطار للأمن الغذائي والتنمية وقانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة وقانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات لمجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018 لم تتضمن القوانين المصوط عليها والصادر عن البرلمان الخامس ما يهم الدولة والمواطن تحديدا كقانون الموازنة الثلاثية وقوانين الاستثمار والخدمات والإعمار والكهرباء والطاقة الصحة والنقل والاتصالات والزراعة والمياه والأهوار وبالتأكيد قوانين حرية التعبير وحقوق الإنسان تلك التي عصفت بها قرارة مزجة عباراتها الفضفاضة بحقوق العراقي في التعبير وممارسة حريته ناهيك عن قوانين مهمة كالعفو العام على سبيل المثال للحصر مجلس يتردى صدد تلك التشريعي فيه تحت سماء الشارع العراقي الذي أصبح فاقدا للثقة في العملية الديمقراطية جراء ما وصفوه بمجلس لا يمت بصلة لمطالبهم وآمالهم اشتركوا في القناة